طيب في الشهر الثالث من الحمل إيه اللي بيحصل؟ خلال الشهر الثالث من الحمل بتكون المشيمة تكونت وبتكون معظم الأعضاء والأجهزة الأساسية للجنين كمان ابتدت عملية التكوين خلال كله شغال مع بعضه مفيش حاجة مستنيه حاجة كله شغال مخه وأعصابه رئتين وعمود فقه كله كله شغال خلال الشهر الثالث بتتكون الأعضاء التناسلية وبيكتمل نمو أصابع اليدين والقدمين العينين والأذنين بيكونوا في أماكنهم الطبعية ومرة تانية باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية اللي احنا باستخدامه كأطباء يعني مش حضراتكم بنقدر نشوف الدقن الجنين واللي بتكون في الوقت ده مش ملتصقة بالصدر يعني ما بتكونش لزق بقى كده وكمان بنقدر نشوف الجبهة والأنف بوضوح خلال الشهر الثالث برضو من الحمل بيوصل الجنين لمراحل مهمة جدا في التطور وفيه أهم من اللي بيحصل العزام بتبدأ في النمو كمان ده مش بس العزام نخاع العزام البوم مارو والكبد والطحان بيبدأوا تكويق الكبد والطحان مش بيبدأوا هم يتكونوا لا ده هم الخلايا بتاعتهم بتبتدي تكون خلايا الدم الخاصة بالجنين واللي بيكون في الوقت ده قادر على امتصاص السكر وده من خلال نمو الجهاز الهضمي بالإضافة إلى أن الغدى النخامية عنده اللي هي الغدى المايسترو اللي موجودة في المخ بتبدأ في النمو الوظيفي النمو الوظيفي لأنها مسؤولة عن أغلب هرمونات الجسم بالمناسبة الغدى النخامية دي بتكون زي ما أقول لكم بوجودة في المخ وبيطلق عليها الغدى المايسترو لأن هي المسؤولة عن إفراز معظم الهرمونات الأساسية في الجسم كله وأخيرا خلال الشهر ده اللي هو الشهر التالت بيبدأ نمو أظافر الإيدين والقدمين في العمر ده الجنين بيكون قادر على الدوران حوالي النفسه بيلف؟ آه بيلف بيلف ليه بقى؟ بيبتعد عن المؤثرات الصوتية يعني لو لو أنت قعدة وجنبك مثلا صوت عالي خلاص صوت عالي ناس بتتكلف بصوت عالي مش عغالين تلفزيون بصوت عالي روحتي مناسبة وفيه سماعة أنت قعدة ورائبا هتلاقيه بيبتدي هو بيقلب نفسه معدل كمان ضربات قلب الجنين بشكل طبيعي الطبيعي معدل ضربات القلب اللي بتتسمع بالجهاز بتكون ما بين 110 إلى 160 نبضة في الدقيقة الوحدة حركة الصدر عنده بتكون شبه حركة التنفس يعني بتبقى مش إحنا في تنفس طالع نازل تمام خلال الشهر التالت برضو من الحمل هيبدأ الجنين في بعض الأحيان أنه يحط صباعه في الفم والواقع أن التصرف ده بيعتبر يعني ده معجزة لوحده لأن ده بيعتبر تدريب فطري بيعملوا الجنين علشان يتعلم الرضاع بعد كده وانتوا ما فكرتوش قبل كده أن الجنين اللي لسه مولود ده المولود اللي لسه مولود حالا ده ليه لما بتحطيه كده على صدرك وانت بتبتدي تردعي بيبتدي يرضع ألا طبع همين اللي علموا في الشهر التالت من الحمل بيبتدي يحط صباعه في بقه وزن الجنين في نهاية الشهر التالت ممكن يوصل إلى 60 جرام وطوله 9 سنتي وبحسبة بسيطة برضو هتلاقي أن وزنه زاد حوالي 12 مرة عن الشهر التاني بخلاف أن طوله تضاعف تقريبا فاكرين المولود لكو 4 ونص دلوقتي 10 أو 9 سنت وده كله طبعا بيؤكد معجزة التطور والنمو اللي بتحصل خلال شهور الحمل واللي انت وبكل تأكيد شريك رئيسي فيها بكل اللي بتقدبيه لطفلك من حب وتغزية ورعاية في الشهر التالت هتلاحظي أن أعراض الغثيان والإرهاق ابتدوا يقلوا وخلال الشهر ده برضو بيكون معادك الأول للفحص بالموجات فوق الصوتية واللي بيقدم لك ويعني بيقدم الطبيب بيقدم لك فيه معلومات الطبيب كمان بيعرف معلومات فيه معلومات مهمة جدا عن حملك زي مثلا متابعة نمو الجنين ومعرفة هل انت حامل في جنين واحد ولا توقم وعلى فكرة خلال الفحص الأول بالموجات فوق الصوتية واللي بيتم زي معرفنا خلال الشهر التالت أو مع نهاية الشهر التالت من الحمل بيتحدد بدقة أكبر تاريخ بداية الحمل وده من خلال مقاييس حجم الجنين وفحص السائل الأميوني اتكلمنا كده عن أول ثلاث شهور في الحمل ترجمة نانسي قنقر